انطلقت بقرية داندارا أولى جلسات الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية بمحافظة قنة تضمنت الجلسة تقديم نبذة عن مبادرة حياة كريمة وما تم من مشروعات خلال المرحلة الأولى ثم تم الاستماع إلى احتياجات الأهالي والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة حول المشروعات التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة وقام منصق ومتطوع المؤسسة بتسجيل كافة الاحتياجات وتلقت العديد من طلبات الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية